أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين الجامعة والاتحاد الأوروبي وخلال مؤتمر صحفي مع الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزاف بوريل صرح أبو الغيت أنه تم بحث الأزمات الإقليمية لسيما في السودان وليبيا وسبل الوصول لحل سلمي اتفقنا على ضرورة تعزيز العلاقات بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك كما تم تنسيق المواقف بين الجانبين إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمات في المنطقة وخاصة فيما يتصل بتسوية الأزمات في السودان وليبيا والحاجة إلى معالجة جذور الأسباب التي ساهمت في تفاقم أثبت الهجرة غير الشرعية وخاصة عبر البحر الأبيض المتوسط بطبيعة الأحوال احتلت القضية الفلسطينية حيزا مهما من اجتماع اليوم أكدنا على ثوابت أقامة سلام عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين